رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وعمل بأحكام المادة الخامسة والسبعين من الدستور التي تنص يؤدي السيد رئيس الجمهورية اليمينة أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال أسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين وعلى هذا الأساس أدعو فخامت سيد عبد العزيز بفتفليق رئيس الجمهورية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور مصر اليمين الدستورية بسم الله الرحمن الرحيم وفاء لتضحيات الكبرى وفاء لتضحيات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقيم ثورة نظمبر الخالدة وقيم ثورة نظمبر الخالدة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلام وأمجهده وأدافع عن الدستور وأسهر على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة لسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي وأسعى من أجل تدهي من مسار الديمقراطي وأحترم حرية اختيار الشعب وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وأحمل حريات والحقوق الأساسية وأحمل حريات الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره وأسعى بكل قوايا في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم للعذالة والحرية والسلم في العالم والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد وعليه واعتماداً على بيان المجلس الدستوري المذكور وعملاً بمقتضايات المادتين خمسة وسبعين وستة وسبعين مجتمعاتاً أعطي إشهاد لفخامة رئيس الجمهورية السيد بوتفليق عبد العزيز على آدائه لليمين الدستورية والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة